حثى مشارعون أمريكيون مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على نشر تقييمه لسياسات الصين في شينجيانج قبل الدورة للعاب الأولمبية الشتوية في بيكين الشهر المقبل التي تقاطعها الولايات المتحدة على المستوى الدبلوماسي بسبب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها الصين ضد أقليات الأويغور رسالة إلى مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه كتبها مشارعون أمريكيون يطالبونها فيها بإصدار التقرير المزمع عن الوضع في إقليم شينجيانج الصينية قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيكين في الرابع من فبراير المقبل مكتب باشليه أعلن في ديسمبر الماضي أنه بصدد الانتهاء من تقرير عن الوضع في شينجيانج وأنه يأمل في نشره في غضون أسابيع وذلك بعد فشل المفاوضات التي أجرتها باشليه مع السلطات الصينية بشأن زيارة مخترحة لخبراء الأمم المتحدة إلى الإقليم للتحقيق في مزاعم حول احتجاز نحو مليون شخص من الإيغور في معسكرات اعتقال جماعية بدورها حذرت منظمة العفو الدولية الأربعاء من أن المجتمع الدولي لا يجب أن يسمح للصين باستخدام الألعاب الأولمبية كفرصة للغسيل الرياضي كما قالت وبالتالي عليه أن يتجنب التورط في ممارسة دعائية تخدم الصين وتصرف النظر عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان وقالت منظمة العفو أن وضع حقوق الإنسان في الصين اليوم أسوأ مما كان عليه عندما استضافت الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2008 إذ لم تتحقق عود الحكومة الصينية بتحسين حقوق الإنسان وكانت الولايات المتحدة واستراليا وكندا وبريطانيا قد أعلنت أنها لن ترسل تمثيلا رسميا إلى الأولمبيات بسبب الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانج وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان وقالت منظمة العفو الدولية أن هذه المقاطعة الدبلوماسية يجب أن تكون بداية الجهود لزيادة الضغط على الصين وليس نهايتها ولنقاش هذا الموضوع انضم إلينا من فيرجينيا بيتر بروكس الكبير والباحثين في مؤسسة هيريتج للأبحاث السياسية ومساعد المساعد السابق لوزر الدفاع الأمريكي الأسبق لشؤون آسيا والمحيط الهادئ ومن بكين الخبير في شؤون السياسية الصينية إينار تانجين مرحبا بكم ضيفايا الكريمين سيد بروكس هل يحرج هذا الضغط اللجنة الأولمبية الدولية ويضع على الحد أو عند الحافة حدثا رياضيا في وسط معركة سياسية كما تقول الصين وكنا نتمنى أن لا نرى ما يحصل في الصين فيما يتعلق بالويغور هناك قلق دولي كبير ونعرف أن دولا كثيرة قررت أنها لن تحضر الألعاب الأولمبية على مستويات عليا بمعنى على مستوى التمثيل الدبلوماسي لأنها قلقة هي لما يحصل في مقاطعات شينجانغ في الصين للأسف هذا الوضع أدى إلى الخلط بين السياسة والرياضة للأسف لدينا هذا الوضع المستمر في الصين اليوم وبالتالي لو قررت الصين تغيير سياساتها فيما يتعلق بشعب الويغور لما كنا نتعطى مع هذا الحدث الرياضي بهذه الطريقة سيد تانجين ألا يمكن أن يكون هذا جزء مما يتوجب على الصين أن تأخذه بعين الاعتبار هذه فقط مجرد بداية إن لم تغير الصين من سياساتها تجاهها الأويغور وتتوقف عن الإبادة الجماعية التعقيم كل الإجراءات المخارفة لحقوق الإنسان نعم أنتم تفترضوا أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان بصراحة عندما ننظر إلى ما يحصل ومؤسسات مثلا كـ Heritage Foundation أو James Tam Foundation هي مؤسسات أنشأها أحيانا رؤساء CIA سابقين أو غيرهم ولديهم موقف من الصين وهم يقومون بحملة متعمدة لتشويه وجه الصين وتقويض مصداقيتها ويتكلمون عن أمور مختلفة في تقارير لا أساس لها من الصحة وتقرير الأمم المتحدة الذي دعا مشارعون أمريكيون إلى نشره هل تمالأت الأمم المتحدة مع بقية العالم من أجل تشويه صورة الصين؟ من أجل ماذا؟ مع كل احترامي لميشيل باشليم أعتقد أنها صريحة ولكن الأمر يتعلق بالصين في شهر مارس آذار كان هناك عقوبات على أربعة مسؤولين في الصين لانتهاك حقوق الإنسان في مجال الويغور ولكن لم يكن هناك أي مراهين فقط كان هناك ما تقوله أمريكا أو بريطانيا والصين ردت عبر فرض عقوبات على بعض أعضاء البرلمان الأوروبي والصين تقول بوضوح عليكم أن تكونوا واضحين في اتهاماتكم وكما سبق وقلت هناك حملة سياسية ضد الصين والآن نرى أيضا المشارعين الأمريكيين لا يهتمون بالوقائع بل بتسجيل النقاط السياسية كلها افتراضات هل يتوقع تأثير كبير بهذا الضغط الذي تتخذه الولايات المتحدة بالمقاطعة الدبلوماسية مثلا سؤال لك سيد بروكس هل يمكن أن يضع ذلك دولا أخرى في حرج أنها يجب أن تأخذ نفس المسار في التعاطي مع الألعاب الأولمبية بالصين نعم علينا أن ننتظر لنرى ما سيحصل هناك دول كثيرة قررت أن تتجه في هذا الاتجاه بما فيه أمريكا وأنا أدعم ذلك لو أن الصين ليس لديها ما تخفيه في تشينجيانج عليها أن تفتح المجال للمجتمع الدولي للزيارة من قبل أيضا لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هناك طلبات منذ العام 2018 للزيارة لا تقبل إن لم يكن هناك ما تخفيه باي جينج عليها أن تسمحا دي السفر إلى تشينجيانج لكل من يعمل في مجال حقوق الإنسان للتأكد من وجود انتهاكات أم لا وكذلك هناك دول أخرى قد تتخذ الموقف نفسه ونحن نقترب من بداية الألعاب الأولمبية وتقرر أن لا تشارك على مستويات مرتفعة بسبب ما يحصل في تشينجيانج ولكن في الصين بشكل عام لأن الصين دولة سلطوية لا مجال فيها لإسمع صوت المواطنين فهناك مخاوف كثيرة والصين تدرك أن دول كثيرة ستقاطع الأولمبية سيد تانجين لو لم تكن الصين تخفي شيئا وفعلا لديها ما تخشى من أن يكشف للعالم وقد كشف جزء منه لما كانت تغلق كل الأبواب وغير مستعدة لأن تفتح الأبواب وتقول للعالم تفضلوا إلى شينجيانج هذه شينجيانج هؤلاء سكانها هؤلاء هم الأويغور وتدعى التواصل ممكن ما بين سكان الإقليم وما بين الإقليم والعالم عكس سياسة الإغلاق والتعتيم بصراحة أنا أدعم توجه الصحفيين ومن يريد إلى شينجيانج وأنا كنت هناك منذ بضعة أشهر ولم أرى أي من هذه الأشياء التي يتكلمون عنها هناك حملة لتشويه المعلومات أحيانا مثلا نريد أن نتكلم عن إيجاد المبررات أو إيجاد البراهين فمن دون تقديم البراهين لا يمكننا أن نتهم وكأنك تتهم شخصا بقتل شخص آخر ثم تقول له أريد أن أزور ديارك لأحصل على البراهين هذا غير منطقي ونعرف ما هو دور السياي آي في هذا المجال هناك أراء لبعض الخبراء الذين لا يحبون أرصين ويريدون أقتلاء أخصصا أولئك الذين هربوا من أبناء شينجيانج هم أيضا أعضاء في السياي آي آي يعني شهاداتهم وثقة تمام العالم كله في سنوات عفوا هل الشهادات التي خرجت من هذا الإقليم الهاربون من هذا الإقليم المعتقلون السابقون الذين تحدثوا كل أولئك أيضا جندتهم سي آي آي من غير الممكن أن يتوطأ كل هؤلاء هذا ما تقوله الصين أن هؤلاء الأشخاص غادروا الصين وتوجهوا إلى دول أخرى ويردون الاستمرار وبالتالي ربما تم إقناعهم وننتكلم عن الألاف نتكلم عن بعض الأشخاص منهم ربما من الإرهابيين وكذلك الآن تحديدا الصين تعتقد أنه ليس بإمكانها أن تدافع عن نفسها عبر السماح لأشخاص سبقوا وحكموا على الصين ليأتوا ويبحثوا عن براهين بعد أن أصدروا الحكم لأن الكثير من هؤلاء لا يحبون الصين ويريدوا أيضا تقويد دور الصين وهناك أيضا القانون المتعلق بالعقوبات وهم قرروا أن هناك تصرفات خاطئة في تايوان في هونغ كون في التبات في جنوب بحر الصين وطبعا في مقاطعة شينجيام في حين النصين منذ أربعين عاما تعملوا على تعزيز إزدهار البلاد ورخال الماطنين هذا التضاد تماما الصين لديها وجهة نظر مضادة تماما لوجهة نظر بقية العالم تقريبا أو أغلب دول العالم سيد بروكس ماذا لو كان التمثيل أو الإجراء أو التماهي مع الإجراء الأمريكي بالمقاطعة الدبلوماسية ضئيلا ألن يؤدي هذا إلى نتيجة عكسية تماما كما حذرت منظمة العفو الدولية من عمل دعاية قد تخدم الصين تأتي بنتيجة عكسية إن لم تكن هناك دول أخرى تفعل ما تقول به أمريكا طبعا كنا ربما نتكلم عن موقف لدولة واحدة نعرف أن دولا كثيرة الآن تتصرف وطبعا نعرف أن الحملة لمواجهة انتهاك الصين لحقوق الإنسان لن تتعلق فقط بالألعاب الأولمبية بل ستتخطاها لفترات طويلة حتى نجد أي طريقة لحل هذه المشاكل ألا يمكن أن تؤدي المسألة إلى دعاية معاكسة تخدم الصين ستحاول قدر المستطاع أن تروج لما تقوم به الصين لنظام الصين لإنجازاته وللألعاب الأولمبية كما فعلوا في الألعاب الأولمبية الشتوية السابقة والصين دائما تحاول أن تروج لها ولنظامها وطريقة الحياة فيها وطريقة الحكم فيها ونحن نعرف أن العالم يرى أمرا مختلفا تماما فيما يتعلق بتصرفات الصين وبالنظام الصيني طبعا الصين لن تتكلم عن شينجانغ بل ستركز على نجاح الألعاب الأولمبية وعلى طريقة إدارة الصين لها هذه الإدارة هل ستغفر سيد تانجين لب المسألة لب الألعاب الأولمبية فكرة هذه البطولات التي تقام خاصة الألعاب الأولمبية القائمة على جوهر إنساني بحث بالدرجة الأولى وتنظم في دولة تمد إليها أصابع الاتهام ويشار إليها بها من أنها من أكثر الدول الشمولية التي تقمع وتحد من حقوق الإنسان ومتهمة حتى بجرائم بادة جماعية في شينجانغ أنت تقول متهمة باستمرار ولكن أين البراهين؟ هذه هي المشكلة، هذا لب المشكلة الصين تقول إن كل ذلك جزء من حملة تضليل وأن حقوق الإنسان محترمة في الصين أكثر مما هي محترمة حيال مثلا المواطنين الأمريكيين من أصول إفريقية ونسبة اعتقالهم أو قتلهم على يد الشرطة مرتفعة أكثر بكثير مقارنة بالبيد والمصدر هنا وسائل إعلام أمريكية دون تعتيم، دون تظليم، دون محاولة تغيير وقائع نعم وسائل الإعلام الأمريكية، كذلك نعرف أن هناك معلومات مضللات تأتي من مؤسسات جيمستاون وربما ضيفي لأنه من مؤسسات هيريتج لديه علاقات وثيقة مع مؤسسات جيمستاون يمكن أن يعطينا المعلومات على كيفية التعامل مع المهاجرين من الاتحاد السوريتي السابق لا توجد وسيلة إعلام واحدة في الصين بإمكانها أن تتحدث عن ما يحدث في الصين عن الإجراءات التي تأخذها السلطات الصينية ربما في وقت آخر نكمل هذا النقاش شكرا جزيلا لك من بكين إينار تانجين ومن فيرجينيا بيتر بروكس شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم